طبعا انا اتحفظ على كلمة الكفر لان انا لا اتهم غير المسلم بالكفر ولو ادى اننا في كتبنا وانا اعترف بيزارة لازم وفي التراث سواء في كتب الدينية او غيرها في حاجة اسمانك تتهم المخالف لك تقوله عليك كافر هو قد يكون كافر بمعتقدنا ونحن نكفر بمعتقده لكن الكل تحت مظلة الله عز وجل كان لي ولا يزال بمجهودات فردي انني نبهت على عدة امور ان المسيحيين ليسوا كفارا الذي علمني ذلك القرآن الكريم شوف يا ستي انا اتكلم بصراحة اولا الجنة ليست وقفا على شريعة من الشرائع لا نقول ان الجنة لليهود فقط كما زعموا وليست الجنة للمسيحين فقط وليست الجنة محصورة او وقفة على المسلمين الجنة ملك لله يدخل فيها من يشاء من عباد لكن انا عايز اصحح معلوم اخواتنا اهل الكتاب ليسوا بكفار اخواتنا اهل الكتاب ليسوا بكفار طبعا انا بكررها هنا لي اكتف هذا اسمه اهل الكتاب في التشريع الاسلام انا بجيب لحضرتك نسخة منه ياريت اخواتنا اهل الكتاب من اليهود الموادعين والمسيحيين بمختلف طوائفهم وكنائسهم ليسوا بكفار ومعترض هو على كفر النصارى مع ان كفر النصارى يعني هذا امر مجمع عليه وامر مصرح به في كتاب الله عز وجل القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخالف اي احد من العلماء المسألة يعني محسومة من قبل لدرجة العلماء نقلوا الاجماع على ان من شك من شك في كفر اليهود والنصارى فوقع في الكفر هو نفسه لماذا؟ لان التشكيك في كفر اليهود والنصارى تشكيك في كتاب الله عز وجل طيب كيف يعني تشكيك في كتاب الله عز وجل ان الايات القرآنية تصرح بكفر النصارى واليهود في اكثر من اية يعني قول الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح بن مريم من الذي يقول أن الله هو المسيح بن بريم لن أجيبك أنا سيجيبك هذا القسيس اللبناني فضلوا اسمعوه ممنونة سمعتم جماعة الكيوت سمعوا جيدا هذا القص يقول لك أنا أقول إن الله هو المسيح المريم طيب والله يقول هو نصراني بس معروف لبناني والقرآن الكريم يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح المريم كيف حتقول يومه مش كفر هذا مش إنكاره تشكيك الآية أم لا كذلك الله عز وجل قال يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لما تكفرون يقول لي هؤلاء أهل الكتاب كذا هذه الآية تصرح أنهم أهل الكتاب في نفس الوقت كفار يا أهل الكتاب لما تكفرون وقول الله عز وجل لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب فيها هؤلاء الكفار كفار بكتاب الله عز وجل والله عز وجل يقول أيضا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة من الذي يقول الله ثالث ثلاثة آبو ابن رح قدس من النصارى فإنكارك لكفرهم إنكار لكتاب الله عز وجل شئت أم أبيت يعني ما علم معك إلا حل من الاثنين يا إما تقول أن أؤمن بهذه الآيات القرآنية بالتالي أنت مؤمن بالقرآن الكريم أو تقول مكافر بالقرآن الكريم فبالتالي تنكر هذه الآيات القرآنية بس لي الأمر ببساطة